مجلس القيادة الرئاسية واصل مناقشة الأوضاع المحلية وتدعيات الهجمات الإرهابية الحوثية النائب البحصاني يطلع على سير العمل في المجمع القضائي بمحافظة حضرموت محافظ حضرموت ترأس اجتماعا بمديري المديريات لمناقشة مستوى إنجاز البرنامج الاستثماري لمشاريع 2022 منتجات بطابع محلي في معرض للأسر المنتجة بالمكلة من الإجازة للتفاصيل أهلا بكم عقد مجلس القيادة الرئاسية برأسة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس اجتماعا لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض الأجهزة السيادية وحمل المجلس الميليشيات الحوثية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر بما في ذلك تدعيته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة فضلا عن عكاسات نهجها العدائي إزاء جهود إحلال السلام والاستقرار في بلادنا وأكد مجلس القيادة الرئاسية في هذا السياق التزامه بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية وسبول العيش والحد من تدعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لوار ركن فرج سالمين البحسني على سير العمل في المجمع القضائي بحضر موت متعرفا على سير الأداء القضائي بمحكمة الاستناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وجدد لوار ركن البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسية على أن يكون قريبا من قيادات الدولة كافة بمختلف المستويات وبما فيهم القضاة بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتجول النائب البحسني بحرم المجمع القضائي بحضر موت وبحث مع رئيس المحكمة إمكان إنشاء مبنى يستوعب جميع القضاة كما طاف بالشعب الاستنافية والمحاكم الابتدائية بالمجمع القضائي وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لوار ركن فرج سالمين البحسني بإقامة معرض لصور خاص بالتدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع احتفالها باليوم الوطني الحادي والخمسين وشدد النائب البحسني على ضرورة أن يشمل المعرض جميع التدخلات المقدمة من الإمارات منذ عملية التحرير لساحة لحضر موت وما عقبها من تدخلات أسهمت في استثباب الأمن والاستقرار وكذا تدخلات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجوانب الإنسانية كما طاف بأجنحة المعرض متعرفا على ما يحتويه من أجنحة وأقسام تضم صورا لجهود المجلس مجلس القيادة الرئاسية للحكومة ولقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت إلى جانب تدخلات دول التحالف العربي وأبرز المشاريع التنموية بمحافظة حضر موت بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد الوصابي في العاصمة المصرية القاهرة مع نظريه المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور التسهيلات اللازمة لخدمة الطلاب اليمنيين دارسين في الجامعات المصرية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في القضايا ذات الصلاة بين البلدين الشقيقين وأشهد دكتور خالد الوصابي بالجهود المصرية لتقديم تسهيلات للطلاب اليمنيين منوها بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وناقش اللقاء القضايا التي تهم طلابنا الدارسين في مختلف الجامعات المصرية هذا وأكد دكتور عاشور حل جميع القضايا المطروحة في اللقاء مشيرا إلى ما تقدمه مصر من دعم مساندة لبلادنا راجيا عودة الاستقرار إليها ترأس محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة اجتماعا بالمديريين العامين لمديريات ساحل حضرموت بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صال عبود العمقي ووكلاء المحافظة والمختصين بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي والمالية لمناقشة التقرير التقييمي لمشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديرية الساحل الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 واستعرض الاجتماع التقرير التقييمي لمشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لمديرية الساحل الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 والمخصصات المعتمدة للمدريات ومستوى الانفاق على المشاريع حيث بلغ عدد المشروعات المعتمدة لمديرية الساحل 139 مشروعا وأكد المحافظ بالماضي أهمية تقييم العمل وإيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة واستعراض نسب الإنجاز مشيرا إلى اعتماد آلية التنسيق لعقد اجتماعات فصلية لاستعراض نسب الإنجاز والتعثر ومعالجتها مشددا على تحسين العمل وتطويره وتفعيل الإيرادات خلال العام 2023 اطلع محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة على سير العمل بمشاريع برنامج تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية لليمن الممول من الاتحاد الأوروبي وينفده برنامج الأمم المتحدة الإنمائية لزيادة الدعم لسلطات المحلية للحفاظ على المساواة في الحصول على الخدمات العامة وزيادتها وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعافي المستدابة واستعرض اللقاء جوانب التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في المدريات المستهدفة لعكس الاحتياجات الضرورية لمجتمعاتهم بهدف اعتماد المشاريع المرتبطة بالاحتياج كما تطرق الاجتماع إلى التحضير لإنشاء ثلاثة مشاريع لأسواق مركزية بحضر موت هي سوق صادرات الخضار والأعمال اليدوية والعسل والأسماك وأشهد المحافظ بتدخلات الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وبمستوى متابعة تنفيذ المشاريع وجودتها منوها بأهمية ملامسة جميع مدريات المحافظة التقى محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة وفد مركز مدنيين في ظل الصراع سيفيك الذي يزور المحافظة حاليا للإطلاع على الحملات التوعوية والدورات التأهيلية التي يعتزم المركز إقامتها للقيادات الميدانية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة لرفع الوعي بحماية المدنيين من أثار الحرب والمواجهات وأعبر محافظ حضر موت عن شكره للجهود التي يبدلها المركز في التوعية القانونية لحماية المدنيين في مناطق الصراع مؤكدا أهمية البرنامج وعمل توعية أكبر وأعمق لمنتسبي أجهزة الأمن والجيش بالمحافظة بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وما يتعلق بالضبط القضائي والمواد التدريبية التي من شأنها أن تحفظ للإنسان سلامته وكرمته وحقوقه المدنية وتعزز الأمن والاستقرار بالمحافظة وروابط التعاون بين المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية أشهد محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بعطاءات الإعلامي والمسرحي القدير الأستاذ كمال سالم الحامد وإسهاماته الفاعلة في توعية المجتمع عبر رسالة الإعلامي والمسرح الهادفة مؤكدا مساندة السلطة المحلية للإعلامي والمسرحي القدير كمال سالم لتلقي العلاج اللازم في الخارج وأكد المحافظ بن ماضي أن صوت المذيع المعروف كمال سالم ارتبط بالمواطنين من خلال البرامج الهادفة التي كان يقدمها لسنوات طويلة عبر أثير إذاعة المكلة وأبرزها كلام له معنى والمجلة الرياضية والأعمال المسرحية التي كان يشارك فيها بإتقان وإبداع جاء ذلك خلال زيارته إلى منزل المذيع المعروف الأستاذ كمال سالم الحامد بديس المكلة للإطمئنان على صحته راجيا له أشفاء العاجل أقيم بمقر اتحاد النساء في المكلة معرض للأسر المنتجة شمال منتجات محلية مختلفة بهدف التعزيز المعاشي لدى تلك الأسر المعدومة الدخل والإسهام في ملء السوق المحلي بمنتجات محلية الصنة قليلة التكلفة تقلل من استهلاك وطلب المنتجات المستوردة المزيد من التفاصيل مع الزميل رائد خالد الذي زار المعرض وجاءنا بالتقرير الأهتي حقائب عصرية منها لجمع وحفظ المقتنيات أو لحمل الآلات الإلكترونية جميعها صناعة محلية عرضت في معرض الأسر المنتجة الذي ينظم بمقر اتحاد النساء بالمكلة شركة مكونة من خمس نساء بدأنا مشروعها بانتاج كميات بسيطة حتى أصبحنا الآن يطالبنا بمكان أوسع وعمالة أكبر طبعا الشركة هذه ابتدت بدورة بسيطة بعدها تطورت الفكرة وبدأت بإنتاج مجموعة من الحقائب إنتاجيتنا مجموعة من الحقائب مختلفة حقائب سفر، حقائب مدرسية، حقائب نسائية، حقائب أطفال إكسسوارات إضافة إلى أكياس عديد من المنتجات كلها جلدية وقماشية المعرض وفرت تمكيناً اقتصادياً لهذه الأسر كذلك أتاح لهم سوقاً تنفسياً لعرض منتجتهن المختلفة بحضور شخصيات من السلطة وعيدة بتدليل الصعب حتى التمكين الاقتصادي الفاعلي على الأرض لجميع الأسر المنتجة السلطة المحلية إن شاء الله بإذن الله تعزم لإقامة أسواق للأسر المنتجة بمثابة أسواق دائمة وهذه الأسواق سوف تشملها المرحلة الأولى تكون على مرحلتين بتشمل عواصم المحافظة حضر موت وبدورها سوف تعيد روح الأمل لكثير من الأسر المنتجة مثل هذه المعارض تعزز الرافد المعيشي لدى كثير من ربات الأسر مع دمات الدخل وتسهم بشكل كبير في ضخ السوق المحلي بمنتجات محلية الصنع قليلة التكلفة محدثة بذلك نشاطاً وحركة تقلل من استهلاكي وطلب الاستيراد رائد خالد لتلفزيون حضر موت المكلة اختتمت بمدينة سيؤون فعاليات اللقاء العلمية الثالث حول داء السكري الذي نظمته تزامناً مع اليوم العالمي الرابط الحضرمي للسكري وهدف اللقاء الذي قيم على مدى يومين متتاليين لتعزيز القدرات العلمية لثلاثمائة كادر طبية من مختلف القطاعات الصحية في المحافظة بمشاركة محاضرين وأساتذة وخبراء من جمهورية مصر العربية وأكد وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية أن تحظى البرامج واللقاءات العلمية بمكانة متقدمة في خطط المرافق الصحية وبرامجها لمواكبة الجديد في عالم الصحة وقع مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بحضر موت الوادي والصحراء مع جمعية العون المباشر ثلاثة اتفاقيات لدعم مرافق الصحية بمدريات الوادي والصحراء بحضر موت حيث سيتم توريد منظومات شمسية وتركيبها وتشغيلها لعدد عشرة مرافق صحية وبناء وحدتين صحيتين وتأثيثها الأولى بمنطقة وادي بن علي في مدرية شبام والثانية بمنطقة عيديد في مدرية تريم وأثنى وكيو محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على تدخلات جمعية العون المباشر في القطاع الصحي لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية نظم برنامج الأمم المتحدة الإلمائية بالشراكة مع مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية الورشة التدريبية لحل النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي لأعضاء المجلس المحلي بمدريتي شبام والقطن وتهدف الورشة التي تأتي برعاية وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إلى تأهيل الكادر السلطة المحلية في المدريتين للتدخل في حل نزاعات الموارد المائية المزيد من التفاصيل في سنة برعاية من وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء انطلقت الورشة التدريبية بمدريتي شبام والقطن لأعضاء المجلس المحلي في حل نزاعات الموارد المائية وتعزيز التماسك المجتمعي ورشة يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية إذ تهدف إلى تأهيل أعضاء السلطة المحلية للتدخل في حل النزاعات التي تخص المياه ضمن مشروع الصمود في قطاع الرئي والزرعة التدريب الخاص بالنزاعات المتعلقة بالمياه كان يهتف إلى بناء قدرات المشاركين في النزاعات المتعلقة بالمياه هذا هو الهدف الرئيسي والأساسي من هذه الدورة تشرفنا اليوم بحضور دورة حول حل النزاعات متعلقة بالمياه لأعضاء السلطة المحلية والذي طبعا سيستفيد منها أعضاء المينس المحلي والهيئة الإيجارية في حل النزاعات المتعلقة بهذا الأمر ورشتي أعضاء السلطة المحلية بمدريتي هبام القطن جاءت مساندة لورشة أخرى سبقتها استهدفت جمعيات مستقدم المياه حيث تهدف الورشة إلى مشاركة الجميع في حل نزاعات أهم موارد الحياة خاصة وأن هناك تقديرات تهدد ثلثي سكان العالم من نقص المياه العذبة في حلول عام 2025 للميلاد هذه الدورات نحن محتاجين لها كثير وبحيث ما سأستمر هذه الدورات ونرى دورات بشكل أكثر تطور حتى ندخل في جميع النزاعات لأننا في السلطات المحلية توجد لدينا قضايا كثيرة نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنما الـ UNDP بشراكة مع مؤسسة الاستجابة للغاة والتنمية في إشراك المرأة في هذه الورشة حيث أن المرأة لها دور في حل النزاعات ورشة تدريبية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة المدرية شبام القطن حيث أن هناك الكثير من المشاكل والنزاعات التي تعاني منها المياه على وجه الخصوص على أمل أن تمثل نقلة نوعية في حل الكثير منها لتلفزيون حضر موت صالح القيسي شبام دشنت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية فرع المكلة عمليات المخيم المجاني للجراحة والمناظير للمسالك البولية بمستشفى القويرة في مدرية دوعان بتمويل مؤسسة نماء الخيرية الكويتية ويستهدف المخيم مدريتي الدوعان والضلاع بمحافظة حضر موت بواقع 200 حالة معاينة وإجراء خمسين عملية جراحية ويجري خلال المخيم معاينة الحالات وإجراء العمليات الجراحية والمناظير وصرف الأدوية والفحوص المخبرية والأشعة مجانا بدأت بمدينة سيئون ورشة حول تفعيل دور الأعلام في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي بتنظيم من اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء ودعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتستهدف الورشة عشرين مشاركا يمثلون وسائل الإعلام المختلفة على مدى ثلاثة أيام بينما تتناول عدة محاور في كيفية تحقيق وسائل الإعلام للتأثير للحد من العنف ضد المرأة والتعريف بحقوق المرأة في الإسلام ودعم المناصرة الرقمية لحقوق المرأة وتبني قضاياها شهدت العاصمة المواقة توعدا لقاءا موسعا عقدته شركة الخطوط الجوية اليمنية ضم أكثر من مائة وعشرين مشاركا يمثلون مكاتب وكالات السفريات والسياحة في عموم المحافظات حيث هدف القائمون من خلال هذا المؤتمر الذي حمل عنوان معا نصنع النجاح إلى مناقشة جهود تعزيز الشراكة والتعاون بين القيادات اليمنية وممثلي الوكالات في ظل التحديث المستمر لأسطولها الجوية لتشمل عدة محافظات الزميل والضاح الشليلي حضر هذا المؤتمر ووفنا بالتقليل الأتي أكثر من مائة وعشرون مشاركا من ممثلي وكالات السفر بالجمهورية جمعهم المؤتمر الأول الذي انعقد في العاصمة الموقتة عدن تحت شعار معا نصنع النجاح المؤتمر الذي عقدته شركة الخطوط الجوية اليمنية ناقش الجهود لتعزيز الشراكة والتعاون بين قيادات الشركة وممثل مكاتب وكالات السفريات والسياحة وفق رؤية جديدة تخدم مصالح المواطنين أهمية اللغة تعزيز بين اليمنية والوكلاء لتحسين خدمات اليمنية مع الوكلاء لمواطنينا ومسافرنا في الداخل والغاري وكان مفروض يحدث هذا اللغة قبل ولكن بسبب الحرب الموجودة في اليمن وكوفيد 19 اتأخر إلى هذا الوقت وهذا فقط تعزيز بين الوكلاء واليمنية فقط تعزيز العمل وتحسين الأداة والجودة لمواكبة التطورات في عالم الطيران المدني هو ما هدف إليه المؤتمر بين اليمنية ووكالات السفر في ظل ما تشهده الشركة من تحسن مرحوظ في بنية التحتية خاصة في قطاع سطولها الجوي خططنا لأن تكون مخرجات هذا المؤتمر وإعادة سياغة اللوائح والنظم مع اتحاد السياحة والسفر حتى نتجنب الإشكاليات والإخفاء والأخطاء التي رافقت سيار العمل يعني منذ ما بعد الحرب حتى اليوم بسبب ظهور الكثير من الوكلاء والكثير أو هناك بعض الوكلاء للأسف لا يعني يلتزم بمعايير العمل يعني وفقا لنظم لواحي الطيران وهي العامل الطيران المدني في اليمن بدعوة كريمة من الكابتن ناصر محمود والاستاذ محسن حيدرة نائب ندير العامل الشؤون التيارية حضرنا لعقد المؤتمر للوكلاء الخطوط الجوية اليمنية لعام 2022 تحت شعار معا نصنع النجاح نشكر قناة حضر موت على مشاركتها الحفل اللي هو بعنوان معا نصنع النياح لتكريم الوكلاء المتميزين في جميع المناطق وإن شاء الله اليمنية ستقدم المزيد من الامتيازات للوكلاء وأيضا لرقابنا الأعزاء في العام القادم إن شاء الله المؤتمر كان مناسبا أيضا للسعراض مراحل تطوير وتحسين أداء الشركة وجوانب التطوير الذي شهدته شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى جانب أرض تفصيلي لخص أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية ليختتم هذا اللقاء بتكريم عدد من ممثل الوكالات النموذجية بالشهادة التقديرية والذروع التذكارية لتلفزيون حضر موت والضاحة الشليلي عدن نظم بمدينة المكلة معرض مشارف يمنية للمصورين حمزة بسالم وأبوكر بالفقيه استعرضا فيه مجموعة صور من مختلف المحافظات اليمنية الزميل الرائد خالد حضر ووثق لنا هذا المعرض وأعد لنا هذا التقرير متابع ليست مجرد نافذة منزلية بل في تفاصيلها الدقيقة عبق تاريخي وذكريات لكل قاطن ودي حضر موت مجموعة صور توضح طرائق العيش في حضر موت وعدن وصنعاء القديمة معرض مشارف اليمن بالمكلة يستعرض فيه مصوران حصاد عدستهما الفوتوغرافية من أماكن زيارتهم سواء صورا لشخصيات صادفوها أو لقطات بمعالم أثرية نعتمد هذا المعرض على أظهار الجانب المشرق من محافظات اليمن بالكامل وأظهار الترات المعالم الثقافة حياة الناس بشكل عام نقول وسائل الإعلام أن اليمن فقط في حرب نحن نقول أنه بعد ساتنا أن اليمن توجد فيها حياة توجد فيها معالم أماكن أثرية يعني تستحق أن تروى المعرض لم يرتكز على عرض الصور فقط فقد أعقبته جلسة تعريفية بأهم مواقف الرحلة ومصاعبها التي حاولت كسر همتهم لكنهم واصلوا بكل عزم نحو توثيق صور لمناطق من زوايا جديدة لم يسبق لأحد التقاطها كانت في لقطات إبداعية بالدرون صورها حمزة وأظهرت بعض المحافظات اليمنية بشكل رائع جدا مثل هذه المبادرة الإبداعية تعزز الصورة الذهنية لليمن وإرثها العريق وبساطة العيش فيها لدى من لم تسنح له فرصة زيارتها فهلاء المبدعون صنعوا باقة من الصور المتفاوية الجمال والأناقة من أرضنا الحبيبة رائد خالد لتلفزيون حضر موت المكلة ختام النشر هذا تدقير بأبرز ما جاء فيها من ألباء مجلس القيادة الرئاسي واصل مناقشة الأوضاع المحلية وتدعيات الهجمات الإرهابية الحوثية النائب البحساني يطلع على سير العمل في المجمع القضائي بمحافظة حضر موت محافظة حضر موت ترأس اجتماعا بمدرية المدريات لمناقشة مستوى إنجاز البرنامج الاستثماري لمشاريع 20-22 منتجات بطابع محلي في معرض للأسر المنتجة بالمكلة ولمتابعة المزيد من نشارتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء في أمان الله اشتركوا في القناة